بسم الله الرحمن الرحيم قد أفنح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاسعون والذين هم عن اللغي معبدون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتقى وضاء ذلك فأولئك هم منعادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الباردون الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نقفة في قرار مكين ثم خلقنا النقفة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله وحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه بالأرض وإنا على ذهاب به نقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة منها تأكلون وشجرة تخرج من طود سينا تنبط بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرا نصيق لما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة منها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ونا قد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون فقال الملأ الذين كبروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لا أنزل ملايكا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إنه إلا رجل به جنة فطغبسوا به حتى أقين قال رب انسرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اسنع الفلك بأعيننا وبحينا فإذا جاء مرنا فات النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وهلك إلا من سبق عليه القول منهما ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مضرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الملق فقل الحمد لله الذي نجنا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أغشأنا من بعدهم قرن آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تتقونا وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرين وقال الذي وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرين وأطرفناهم بالعياد الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن طعتم بشرا مثلكم إنكم جل خاسرون أيعدكم أنكم دابدتم وكنتم طرابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وبآلحنوا بمبعوثين إنه إلا رجل افطرى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال ربي انسرني بما كذبون قال عما قلين ليسبعوا النادمين فأخذتهم الصيعة بالحق فجعلناهم غزاء فبعدا للقوم الظالمين ثم نشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها ما يستأخرون ثم أرسلنا رسولنا تطرى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم عادثا فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخافها أرون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون ملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا ونؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدين فكذبوهما وكانوا من المهلقين ولقد آدينا موسى الكتاب لعلهم يهددون وجعلنا ابن مريم وأمه آياتا وآويناهما إلى ربوة ذات قراد ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطجبات وأعملوا صانحا إني بما تعملون عليما وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبوا وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا بينهم أمرهم فتقطعوا بينهم زبرا كل حزب بما ولديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى أين يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشيد ربهم يشفقون الذين هم بآيث ربهم يعنون والذين هم من ربهم لا يشرقون والذين يأتون مات وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخرأة وهم لها سابقون ولا نكره نفسا إلا أفسعها والذين كتابون وانتقوا بلحطيهم ولا يظلمون بل قلوبهم في غمرت من هذا ولا هم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مطرفيهم بالعجاب إذا هم يجأرون لا تجروا ليوم إنكم إنا لا تنصرون قد كانت آياتي تطلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سابرا تهجرون أفلم يدبر القول أفلم يدبر القول أم جاءهم أم جاءهم ما لم يأتي آباهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبعوا الحق وأهواءهم لا فسدت السماوات والأرض من فيهن بل أتيناهم بذكرهم بأهم عن ذكر ربهم ذكرهم معردون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لا تدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنوا بالآخر عن الصراط لنا أكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضل للجوا في تغيانهم معنهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتبرعون حتى إذا فتعنا عليهم بابا ذا عذاب جديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أشاء لكم السماع واللبصار واللفد قليلا ما تذكرون وهو الذي رأكم من الأرض ويليه تحسرون وهو الذي جعجي ويميت له اختلاف الليل والنهار فلا تعقلون بل قابوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا كنا طرابا وعظاما أئنا فبعثون لقد أعدنا نحن وآباؤنا هذا من قول إن هذا إلا صاطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع رب العرض العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون قل من بيديه ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه قل من بيديه ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه كونهم تعلمون سيقولون لله قل فأنا أتسعرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون واتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعض على بعض سبحان الله عما يصفون عالمي الغيب والسهادة فتعالى عما يسركون قل ربي ما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن لكما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة فنحن أعلم بما يصفون وقل ربي عوذ بك من همذات الشياطين وعوذ برب وعوذ بك ربي يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت وقال ربي رجعون لعلي صالحا فيما تردك الله إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في السور فلا منساب بينهم يوميذ ولا تساءلون فمن وثقلت موازينه فأولئك هم المبلعون ومن وخفت موازينه فأولئك الذين غزروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار هم فيها كالهون ألم تكن آياتي تطلع عليكم وكون رميها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا سقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا خرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانسرنا على القوم الكافرين إنه إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وأن تخير الراحمين فاتخذتم هم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكون منهم تضحكون إني جزيتهم ليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاد قال إن لبثم إلا قليلا لو أنكم كونوا دعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرس الكريم ومن يدع مع الله لا هناخ لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقلوا رب العرس